اهلا بكم الى نشرة الاخبار من قناة السعودية نستهلها بالعناوين انفاذا لتوجيهات القيادة وصول الطائرة الاغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة متضرر فيضانات ليبيا سمو للعهد يهني رئيسة وزراء جمهورية الاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستها ونيلها ثقة البرلمان اثناء مشاركته في مؤتمر البترول العالمي وزير الطاقة يؤكد اهمية التركيز على امن الطاقة لضمان استدامتها اهلا بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اهل سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اهل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتين تهنيتين الى الرئيس جابريل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة ذكر استقلال بلاده بعث صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اهل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنيتين الى فخامة السيداء في كاسيلينا رئيسة وزراء جمهورية لتيفيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستها ونيلها لثقة البرلمان واعرب سمو للعهد عن أصدق التهاني وعطب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها ولي الشعب جمهورية لتيفيا الصديق المزيد من التقدم انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسموه للعهد وصلت الطائرة لغاثية السعودية الثالثة الى مطار بنيناء الدولي في مدينة بنغازي تحمل على متنها خمسين طن من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات هذا وسيقوم فريق مختص من المركز بالاشراف على عملية تسليم المساعدات وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي تواصل أو وصل عمال الطواري إزالة الأنقاض في مدينة درنا الليبية بعد نحو أسبوع من الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة الآلاف وتدمير المباني حيث توفي ما لا يقل عن 11 ألف وثلاثمائة شخص ونزح 30 ألف آخرين بعد انفجار سدين في الجبال بدرنا مما أدى إلى تدفق جدار من المياه بارتفاع طابقين إلى داخل المدينة وجرف مساحات كبيرة إلى البحر في 11 سبتمبر وقال الهلال الأحمر الليبيين أكثر من عشرة آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ضرورة تركيز أسواق الطاقة العالمية على أمن الطاقة لأنها الركيزة الأولى لاستدامتها وفي جلسة حوارية ضمن مؤتمر البترول العالمي في نسخته الرابعة والعشرين والمقام في مدينة كاليجريال الكندية أضح وزير الطاقة أن أوبك بلس لا تستهدف الأسعار بل الحد من تقلباتها مضيفا أن سلوك أوبك بلس لا يختلف عن طبيعة عمل البنك المركزي أو مجموعة من البنوك المركزية هذا وحذر الأمير عبد العزيز بن سلمان أن العالم سيمضي من أزمة طاقة إلى أخرى إذا لم يخطط جيدا لسلاسل الإمدادات ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري لمناقشة جهود تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك وأشاهد الاجتماع حضور ممثلي سبعين دولة ومنظمة دولية وخمسين متحدثا من مختلف دول العالم وجرى مناقشة آليات المساهمة في تنسيق الجهود المشتركة للدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط وتكوين فرق عمل سياسية واقتصادية وإنسانية لبحث الخطوات والمحفزات العملية التي تشجع على إعادة إحياء عملية السلام العربية هذا وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة وأن ملف حل الدولتين يجب أن يعود للواجهة الدولية من جديد جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتشارك مع الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن حدث مهم يهدف إلى إعادة إحياء الحديث عن حل الدولتين لأننا مقتنعون أن لا مجال لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة على أسس المرجعات الدولية المعروفة ولذلك استضفنا مع شركائنا هذا الحدث للحديث عن كيفية إعادة هذا الأمر إلى الواجهة لأننا نشاهد الآن استمرار التصعيد في الأراضي المحتلة ونشاهد أن الناس بدأت تفقد الأمل في حل الدولتين ونريد من خلال هذا المجهود أن نعيده إلى الواجهة أن نعيد الحديث عن كيف نستطيع أن نحفز الوصول إليه وكيف نستطيع أن نضع منافع حقيقية في نهاية المطاف بالذات للشعب الفلسطيني وعيضا لضمان أننا نحقق تطلعات الجميع للوصول إلى سلام عادل في الشرق الأوسط تحتضن المملكة للمرة الثانية أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة من جميع أنحاء العالم بمناسبة احتفاء بنظمة السياحة العالمية بيوم السياحة العالمي تحت رعاية وزير السياحة أحمد الخطيب وذلك في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري على مدى يومين بالعاصم الرياضة تحت شعار السياحة والاستثمار الأخضر ويعد التجمع الأكبر منذ انطلاقه نظرا لعدد الوزراء المشاركين بالإضافة لحضور نخبة من قادة الأعمال ورواد الصناعة من حول العالم من أجل تسليط الضوء على الاستثمار في الإنسان وكوكب الأرض لتأمين سبل العيش وبحث سبل التفاهم والتعاون المشترك أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إطلاق مبادرة مشتركة مع الاتحاد الدولي للاتصالات بعد في إيجاد حلول مبتكرة تسخر لخدمات الاتصالات التقليدية والفضائية للإسهام في تحدي سد الفجوة الرقمية عالميا وذلك ضمن أعمال الحدث الرقمي لأداف التنمية المستدامة المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بدأت المرحلة الأولى من معسكرات سدايا علوم البيانات والذكاء الإصطناعي التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي وذلك لتدريب أكثر من 240 من الكوادر الشابة الوطنية في التخصصات التقنية عبر مسارات تعليمية متنوعة تهدف إلى تزويدهم بالمعارف التي تسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجالي البيانات والذكاء الإصطناعي وتستهدف سدايا تطوير الكوادر في مجالي البيانات والذكاء الإصطناعي وصناعة كفاءة وطنية في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة وتأهيلهم علميا للحصول على شهادات احترافية انطلق المؤتمر السعودي للخدمات الإصعافية الأول من نوعه والذي تستطيفه وهيئة الهلال الأحمر السعودي في الرياضة ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات في مجال الخدمات الإصعافية والإنسانية وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين بالإضافة إلى العمل على وضع خطط استراتيجية خطط واستراتيجيات جديدة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الإصعافية على المستويين الإقليمي والدولي شهد الأسبوع الثاني من مزاد مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة تحت شعار ذوق فخرنا الذي تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا ارتفاعا في معدلات تدفق التمور للمزاد حيث بلغ إجمالي مبيعات التمور أكثر من 261 طن خلال الأسبوعين الأولين من المزاد والذي أسهم في تنوع المنتجات وإقبال المتسوقين من داخل وخارج المملكة وأسهمت منصة الأسواق الموسمية في سوق تمور العلا برفع موثوقية التعامل بين المزارعين والمشترين والتي أطلقها المركز الوطني للنخيل والتمور بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لأول مرة في المملكة انطلقت النسخة السادسة من مهرجان التمور بمحافظة العقيق في منطقة الباحة ويهدف المهرجان إلى إبراز إنتاج التمور في المنطقة وتشجيع المزارعين وتعريف المجتمع على الثروة الزراعية استقطاب مصانع التمور بالمحافظات المجاورة لتعريف المزارعين بكيفية الاستفادة من الإنتاج وحفظه وذلك بطريقة صحيحة تمكنهم من تسويقه طوال العام تواصل المملكة دعم قطاع التعليم في اليمن بتمويل مشاريع تعليمية مختلفة وعلى رأسها إنشاء مدارس نموذجية تسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التعليم لألاف الطلاب اليمنيين في مختلف المحافظات اليمنية تسهم جودة التعليم في تعزيز القدرة المعرفية لدى النشأ إذ تقاس التنمية الحقيقية بالمستوى المعرفي وجودة التعليم البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن قدم العديد من المشاريع التي تركزت على دعم البنية التحتية لمختلف القطاعات من أبرزها قطاع التعليم هنا في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت سلم البرنامج السعودي وزارة التربية والتعليم اليمنية إحدى كبريات المدارس النموذجية مدرسة السلام وبأحدث المواصفات وأعلى المعايير التعليمية تضم المدرسة عددا من الفصول الحديثة ومعملا للحاسوب وآخر للكيميا إضافة إلى ملعب كبير يمارس فيه الطلاب هواياتهم الرياضية هذه الجهود التي نرى آثارها على الأرض جهود الأشقاءنا وإخواننا ونحييهم من هذا الجانب وننقل لهم تحيات شعبنا الذين يقدروا مثل هذه الجهود ووقفت إخواننا وأشقاءنا بجانبنا في مثل هذه الظروف الصعبة وخاصة في قطاع التربية والتعليم هذا القطاع الهام والمحوري المدرسة يستفيد منها ألاف الطلاب وتسهم في توفير بيئة ملائمة للتعليم وتزيد من فرص التعليم بين الفتيات التي طالما كانوا يحلمون بفصول واسعة وملائمة للتدريس المملكة عبر المشاريع التلموية تول اهتماما كبيرا بقطاع التعليم باعتباره أحد القطاعات الحيوية المهمة التي تسهم في بناء جيل متعلم يستطيع خدمة أهله وبناء وطنه عبد الفتا غلاب عدن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4900 كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب استفاد منها أكثر من 29 الفرد ضمن مشروع توزيع مساعدة التمور في الجمهورية اليمنية تأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها كما وصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأوعية الدموية والمخ والأعصاب بجمهورية السودان ضمن برنامج أثر التطوعي المنفذ حتى الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري حيث قام الفريق الطبي منذ بدي الحملة بالكشف على 170 فردا وإجراء 12 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي النوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بجمهورية سريلنكا المنفذ حتى السابع عشر من سبتمبر الجاري وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 3500 فرد وتوزيع أكثر من ألف نظارة طبية وإجراء 525 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد مشاهدين الكرام من قبل الختام هذا تذكير لأبرز ما جاء في نشرتنا انفاذا لتوجيهات القيادة وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي الصعودي لمساعدة متضرر فيضانات ليبيا سمو ولي العهد يهني رئيسة وزراء جمهورية التفيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستها ونيلها ثقة البرلمان خلال مشاركته في مؤتمر البترول العالمي وزير الطاقة يؤكد على أهمية التركيز على أمن الطاقة لضمان استدامتها شكرا لطريب المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر